ما هي العبادة الأفضل بعد صلاة الفجر؟ قراءة القرآن أم أذكار الصباح والتسبيح والتهليل؟ من المعلوم أن أفضل الذكر على الإطلاق قراءة القرآن لكن إذا كان الوقت وقت ذكر خاص فهذا الذكر أفضل يعني أنا أقرأ القرآن هذا أفضل الذكر أذن المؤذن أغلق المصحف وأجيب المؤذن إجابة المؤذن الآن أفضل من قراءة القرآن لأن هذا الوقت وقت لهذا الذكر أذكار الصباح ما بعد صلاة الفجر وقت لهذه الأذكار فالانشغال بها أفضل وهكذا هذه القاعدة ولذلك يقول العلماء قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل مثل ما ذكرنا أن يكون هذا الوقت وقتا لهذا الذكر فإن الانشغال بهذا الذكر يكون أفضل لا من غيره شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة